الجدار الرابع 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 من أول اللعبة إلى الموسط النقطة هذه رح تأثر في النهاية ايش تطلع لك فاني لعبة معنا لعبة The Stanley Parable اللعبة هذه بسيطة جدا منظور أول وانت تمشي ما في أسلحة ولا في أحد تقاتله بس تمشي تفتح أبواب لكن ايش اللي ميزها انت موظف في شركة وفجأة في يوم الأيام طلعت من مكتبك لقيت ما في حت في المكتب كل المش موجود وتسمع شخص يتكلم اللي هو الننرأتر أو المعلق الصوتي فالمعلق الصوتي هذا شاعد يسوي يسرد القصة يقول مثلا فهد اليوم قام وراح المكتب بعدين ينطلعوا من المكتب ما لقى أحد فهد شوي مشه قدام ولقى بابين قدامه فهد أخذ الباب اليمين انت كلاعب تقدر تروح الباب اليمين وتمشي مع كلام المعلق الصوتي أو النرأتر إلى ين ما توصل لأخر القيم عادي وتمشي مع كلامك كله لكن تقدر تعانده وتروح الباب بليسار بعدين ايش يصير لما ترعب باب يصار بيجيب لك مراثان البابين بيقول لك فهذا راح الباب اليمين لما تعاند المراثان الباب ليصار بيبدأ يكلمك فهذا انتش حكايتك انت يا اخي انا صديقك انا بيساعدك خلنا خلص اللعبة مع بعض يقعد يكلمك انت كلاعب فاشياء كثيرة تصير في اللعبة هذي وانصحكم تلعبونها لانه جدا ممتازة صراحة من ناحية الحوارات ثلاث لعبة معنا هي لعبة اكس من على جهاز السيقة جينيسيز او السيقة ما قد رايب او السيقة اللي تعرفون القديم قبل ما تصر اخر مرحلة في بوس تفوز عليه بعدين راح يدخل غرفة فيها كمبيوتر شاشة كمبيوتر الشاشة هذي مكسورة ومكتب عليه كلمة واحدة ريسيت ذا كمبيوتر معناتها صور ستارت الكمبيوتر طبعا انت ما عندك كمبيوتر عندك سيقة جينيسيز ما في شي اسمه كمبيوتر فاش تقل تسوي تقل دورك يميث بالغرفة هذي بس ما في شي وتحاول تفحطي ميني صار بالغرفة تفكر ما في فايدة فايش لازم تسوي لازم تسوي نسم اللعبة قاتلك سوي ريستارت الكمبيوتر اضغط زر ريسيت في السيقة جينيسيز بيسوي ريسيت بعدين يبيرجعك المرحلة نفسة لانت وصلتها ويكمل اللعبة رابع لعبة معنا لعبة باتمان اركما سايلم في وسط اللعبة باتمان بيحس احساس غريب بيقول انا انا مو طبيعي فيني شي بعدين انتمشي شوي اللا تصير قلتشات على الشاشة كده كم الشاشة خربت عليك بعدين اللعبة تعلك بعدين الشاشة تصير سودة بعدين الصوت يختفي بعدين تتطالع نفس قول ايش يسوي تقعد تقريبا كده فترة ثلاثين ثانية ايش زي كده بعدين لعبة تعيد من بداية يعيد لك المقطع الاول مقطع اللي بدت فيه اللعبة اللي باتمان يجيب الجوكر لكن هنا بيختلف الامر الجوكر اللي بيجيب الباتمان يعني باتمان اللي بيكون مكبل وجوكر اللي بيكون يسوي السيارة عكس مكان صار بداية القيم بعند جوكر بيحطك وبيقادي تسجوبك وتصير اشياء قدام بس فكرة حلوة انه كلاعب انت لحست مخك هذي لها فكرة مرة ومتازة ما بيحرق عليكم اللعب اللعبة تعرفون ايش سلفتها اخر لعبة معنا هي لعبة سبيك اوبس سبيك اوبس لعبة حربية من منظور ثالث تلعب بشخصية جندي امريكي ويقعد بالحرب يعني يحارب وزي لأي لعبة حرب عادية تعرفونا كل فدوتي وهذا لكن الفرق هنا منظور ثالث بس الفرق هنا يختلف في اللعب وانت قاعد تلعب انت مفروض بطل في الحرب صح؟ بس هنا قاعد تحس تسوي اشياء غريبة قاعد تقل تبرياء قاعد تسوي اشياء غريبة قاعد تسوي يعني انت كلاعب تبدأ تشك بنفسها تقول لحظة انا البطل او لا ايش السلفة ايش قاعد يصير الدرجة انه توصل مرحلة اللعبة تقول لك ترا هذي لعبة صح ولا لا فانت كلاعب تقول اوكي صح لعبة فاتك تدبح اللي تبغى وتسوي اللي تبغى وتسوي كل شي بعدين اللعبة ديوصل حدها تقول ان هذا ما يفهم ده شن سوي له ما في غير ان اللعبة تكلمك كيف تكلمك اللعبة بالطريقة اللي هي تقدر عليها عن طريق شاشات اللودينج شاشات اللودينج تبغى تصير تسألك كم امريكي قتلت اليوم انت ايش تبغى تسوي اللي قاعد تسوي هذا غلط صح ولا لا في قوانين في الجيش موض ما تخرقها زي كذا بعدين شخصيات ام بي سي يعني ناس بالكمبيوتر دوني يكلمونك انت ايضا كلاعب يقولوا انت ايش قصت كنت يعرف يعني ايش تبغى تسوي ايش قاعد تسوي فانت عندك تسأل نفسك ايش اللي بيصير قدام بتصير ايش رهيبة قدام برضه وصحكم تلعبون عشان تعرفون ايش النهاية الرهيبة اللي بتصدر فيها وهذه كانت الخمسة العاب اللي اختلقت او كسرت اجدار رابع قلونا شاكم بالحلقة وعطونا لايك واشتراك بالقناة لا تنسون وايضا اكتبوا تحت في الكوميتس العاب ثانية ما ذكرتها لا تخفون في اجزة ثانية جاي كثير في العاب كثيرة متنوعة وان شاء الله خير اعطيكم العافية كما كباد الشيحة مع السلامة